موسيقى السلام عليكم أهلا بكم مشاهدين الكرام في عدد جديد من حصتكم من الجزائر عدد اليوم سنتطرق فيه إلى موضوع بيان السياسة العامة للحكومة والذي تم إداعه بمكتب المسجد الشعبي الوطني ومن المنتظر أن يتم عرضه من طرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن في جلسة علانية يوم الاثنين الثالث من أكتوبر إذن مشاهدين سنتناول الموضوع بالتحليل والنقاش رفقة ضيفي البرنامج إذ أسعد باستضافة كل من الدكتور موسى بودهان أستاذ القانون الدستوري أهلا بك أستاذ أنا مستهد شكرا أستاذ على الاستضافة وتحية لك ولكل أستاذ حمددوش ولكل مواطنين ومواطناتنا داخل وخارج الوطن الذين يتابعون برامجنا في القناة الوطنية شكرا لك أستاذ وأسعد أيضا باستضافة البرلماني سبق القيادة في حركة مجتمع السلم نصر الدين حمددوش أهلا بك أستاذ أهلا بك أستاذ برك الله فيك شكرا جزيلا أبدأ معك أستاذ حمددوش عرض بيان السياسة العامة للحكومة هو إجراء دستوري والتزام حكومي إذن أستاذ الحكومة أمام المتحان والبرلمان أمام تحدي نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية كما هو معلوم يعني من الناحية التاريخية المؤسس الدستوري في الجزائر نص على هذا الالتزام الحكومي تجاه البرلمان منذ دستور 89 يعني كان في المادة 80 وفي دستور 1996 كذلك في المادة 84 ونظرا لأنه وقع جدل كبير حول مدى الالتزام أو مدى إلزامية وإجبارية عرض بيان سياسة السنوي العامة للحكومة أمام البرلمان في دستور 2016 يعني في المادة 98 تم التنصيص بصيغة الوجوب يعني يجب على الوزير الأول أن يقدم بيان سياسة العامة سنوين أمام المجلس الشعبي الوطني وأصبح يعني عرض هذا البيان يعني كما نقوله واجب دستوري والتزام دستوري وواجب حكومي يعني وسنوي يعني يلتزم بمبدأ السنوية ولكن للأسف الشديد يعني هذه ظاهرة موجودة عندنا في الجزائر هو عدم التزام الحكومات السابقة بمبدأ السنوية في عرض بيان سياسة العامة أمام البرلمان ولذلك يعني لو نأخذ العقود السنوية يعني من 99 إلى 2019 خلال 20 سنة تم عرض بيان السياسة العامة حوالي أربع مرات فقط اللي هو في الـ 2001 في حكومة بن فليس في الـ 2004 في الـ 2010 في حكومات أويحياء وفي الـ 2019 قبيل يعني في بداية الحراك الشعبي يعني كان يوم 24 فيفري والحراك الشعبي كان يوم 22 فيفري بمعنى الحكومات المتعاقبة السابقة لم تلتزم بمبدأ السنوية الإلزامي في عرض بيان السياسة العامة بيان السياسة العامة الأصل فيه أنه يعني الأصل فيه أنه أولا التزام دستوري وواجب دستوري في إطار احترام دستور الجمهورية في إطار احترام دولة القانون في إطار احترام مؤسسات الدولة الأصل أن أي حكومة ملزمة سنويا أن تقدم بيان سياسة العامة بالمناسبة حتى في المرات السابقة لما كان يقدم هذا البيان لم يكن يلتزم فيه بمبدأ السنوية بمعنى يجي يقدم لك تقرير وممكن يتحدث على عهدات سابقة الأصل أن بيان السياسة العامة يتحدث على الإجراءات المتخدة من طرف الحكومة في تنفيذ مخططها المصادق عليه من طرف البرلمان خلال السنة يعني خلال هذه السنة لأنه يقدم تقرير عام ممكن على عهدات كاملة ولا على سنوات سابقة فلذلك يعني الآن في هذه الحكومة الحالية يا حكومة أيمن بن عبد الرحمن أولا يعني نحن نثمن هذا الالتزام الدستوري يعني هو صدق على مخطط عمله في الحكومة في سبتمبر 2021 وهو الآن سيقدم بيان السياسة العامة الآن يعني في سبتمبر أو في بداية أكتوبر 2022 نقوم نحية الشكلية يا أستاذ بودهان من حيث الشكل هل عرض بيان سياسة العامة للحكومة مستوفي أجله القانونية علما أن حكومة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن تم تعيونها في جوليا 2021 وأنه تم إعادة تجديد الثقة فيه من طرف رئيس الجمهورية بداية أشكرك مرة أخرى شكرا جزيلا على الاستضافة وأحييك وأحيي الأستاذ ماذا دوش وكل مشاهدي القناة الوطنية داخل وخارج الوطن بخصوص سؤالكم المتعلق بالنظم المدد والإجراءات أقول بأنها إجراءات يعني جاءت وفقا لما ينصر عليها الدستور سنة سنة مثل ما أشار الأستاذ حمد الدوش العبرة ليست بالتاريخ الذي عينت في الحكومة وإنما العبرة بالتاريخ الذي صدق فيه البرلمان على مخطعم الحكومة فالبرلمان على ما أعتقد صدق على مخطعم هذه الحكومة الحكومة الحالية في سبتمبر ونحن في سبتمبر عشرة أيام يقول القانون العضوي 16-12 المتعلق بتنظيم المشعب الوطني ومجلس الأمة والمحدد لعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة يقول بأن العرض بين السياسة العامة للحكومة على نواب المشعب الوطني وما بعد طبعا على عضاء أمس الأمة يعني عشرة أيام من تاريخ إداعه على مستوى مكتب المشعب الوطني إذن الأمور كلها جاءت وفقا للمقتضيات الدستورية وفقا لإجراءات وتدابير المنصص عليها في القوانين وكذلك حتى في النظام الداخلي للمشعب الوطني رغم أنه تجاوز الزمن مثل ما ذكرنا صدره في سنة ألفين ولم ينسجم لا مع دستور ألفين وستععش ولا طبعا ولا مع آليين ولا مع دستور ألفين وعشر والالتزام الحكومة مثل ما ذكرتهم تدسيد أولا تدسيد أو تطبيق المادة تطبيق الإلزام الذي ورد في المادة 111 وكذلك تمكين البرنامان ممارسة مهمه الرقبية وفقا خاصة للمادة ذكرنا المادة 111 ولكن لا بد أن نذكر كذلك المادة 111 و 122 وهذا هو الأصل أن البرنامان يمكن تمكنه حكومة من ممارسته ممارسة مهمه الرقبية وتشريعه وما لذلك الآن الحكومة مجبرة مجبرة على مجبرة بتمكين يعني المؤسس السوري ألزمها بأن تمكن البرنامان من ممارسة مهمه الرقبية يعني تقدم له الوثائق تقدم له الأدوات التي من خلالها يمرش هذه الرقبية نعم نعم هو أغفر بمناسبة بمجرد ما صادق البرنامان على مخطعم الحكومة فهو قد أضفع على عملها الشرعية فلا يمكن لها أن تشرع في عمالها بصفة شرعية وقانونية دستورية إلا بعد المصادقة مثل ما ذكرتم إذن مخطط عمل الحكومة هو عبارة عن وثيقة إن شئتم وثيقة رسمية صادرة عن مصالح رئيس الحكومة أو الوزير الأول حسب الحالة تتضمن جملة من المعطيات جملة من الإحصائيات جملة من الأرقام يعني بالموعيد بالوثيق وتوزع تقسم إنشئة هذه الوثيق على فصول أو على أقسام تسميلتهم كثير عادة عادة هذه الأقسام لا تتحدى ستة فصول خمسة ستة ربما سبعة رأينا ذلك في بيانات السياسة العامة للحكومات المتعاقبة أقول بأن هذه الفصول أيضا عادة ما تتناول جوانب متعلقة بدولة الحق والقانون تتعلق بالمسائل الاقتصادية بمختلف أنواعها طبعا التجارية والمالية والصناعية والفلاح وما إلى ذلك تتناول كذلك المسائل الأخرى المتعلقة بالسياسة الاجتماعية إن شئت بما أن الدولة فقد أكمل هذا قد أكمل طبعا الطابع الاجتماعي للدولة توجز تظهره بالشكل المطلوب أيضا العلاقات الخارجية للدولة وكذلك سياسة الدفاع والأمن السائدة في الدولة من حيث الواقع والآفاق وأيضا من حيث تنسي ذلك وطبيق ذلك مع ما ورد في مخطع الحكومة الذي صادق عليه البرلمان أول الأمر ممتاز أستاذ نصردين حمددوش يعني بين تمكين البرلمان من عمل الحكومة والمصدقة على الحكومة وإطفاء الشرعية يعني هي أول مواجهة بين الحكومة والبرلمانيون في ظل دستور 2020 كيف ستكون هذه المواجهة خاصة وأن الدستور عزز دور المؤسسة الشرعية لا هو في الحقيقة الدستور لم يعزز السلطة التشريعية ضمن نظام دستوري للبلاد لأننا نحن الآن في ظل نظام رئاسي وليس برلماني وليس شبه رئاسي ولذلك يعني البرلمان هو أضعف حلقات مؤسسات الدولة في الجزائر وعندما نتحدث مثلا على هذا الموضوع وهو بيان السياسة العامة صحيح البرلمان يعني يمارس دوره الرقابة على عمل الحكومة يعني رقابة قبلية عندما يناقش ويصادق على مخطط عمل الحكومة والدستور أعطاه هذه الصلاحية الدستورية التي هي ملزمة للحكومة لممارسة الرقابة البعدية يعني على الأقل كل سنة يعني يراقب عمل الحكومة ما أنجزته خلال هذه السنة ولكن السؤال المطروح هو هو هل مناقشة بيان السياسة العامة من ناحية العملية تترتب عليه أحكام جزائية أو مسؤولية سياسية جزائية للحكومة سواء إذا التزمت بعرض بيان السياسة العامة أو لم تلتزم ونقول تلك يعني حكومات كثيرة لم تلتزم بعرض بيان السياسة العامة الأصل من 2016 دستور 2016 وهو يلزم في المادة 98 أن الحكومة يجب على الوزير الأول بمعنى الأصل هو مجرد التنصيص عليها في الدستور يعطي لعرض بيان السياسة العامة القوة القانونية الدستورية بالإلزام لأنها أنت تنص عليها في الدستور من أجل الالتزام بها وتنفيذها فما بالك عندما كانت العبارة السابقة يمكنه ولذلك كانت الحكومات تتهرب الآن يجب ومع ذلك نحن عندما نتحدث هذه أول مرة في عهدة الرئيس عبد المجيد تبون يتم عرض بيان السياسة العامة الأصل كين حكومة تعال 2019 و2020 2020 و2021 يعني الآن نحن مررنا بثلت حكومات هذا الوزير الحالي الوزير الأول هو أول من سيعرض بيان السياسة العامة في دل الدستور 2020 في دل الدستور 2020 مع أن الدستور السابق كذلك كان ساري المفعول وهو يلزم وجوبا ومع ذلك أنا قلت يعني البرلمان صحيح أن الدستور ينص على أن المجلس الشعبي الوطني يمكنه كذلك أن يمارس هذه السلطة الرقابية بعد مناقشة بيان السياسة العامة وعنده تلت أدوات اللي هي لائحة إصدار لائحة بض الحكومة في بعد أو أنه سنعود إلى هذه التفاصيل لا سنعود إلى هذه النقطة بالتفصيل نعم ولكن لكي نقول بأن يعني من الناحية العملية حتى في الحالات التي تم عرض فيها بيان السياسة العامة السابقة عادة ما يكون دور البرلمان أمام الحكومة أضعف وسلطته أضعف ولا تترتب أي مسؤوليات سياسية كبيرة لماذا؟ لأن حتى مخطط عام الحكومة الأصل هو مخطط وكأنه مخطط انتع عهدى كاملة لأنه مرتبط ببرنامج رئيس الجمهورية الأصل أنه عندما نأتي لمناقشة بيان السياسة العامة الأصل أنه خلال سنة أنا الأصل عندي القدرة على المتابعة وعلى المراقبة وعلى المحاسبة والأصل أن ذلك المخطط كان قابل للقياس بمعنى كان التزامات محددة سواء بالأجال ولا بالميزانية المالية نتاعه ولا بالأهداف نتاعه الإجرائية ولا بالدراسة والجدوى من هذا البرنامج الذي تقدمه عام الحكومة بحيث أنه خلال سنة أستطيع أن أحاسب هذه الحكومة بناء على الالتزامات السابقة خلال سنة عادة ما تكون مخططات عام الحكومة مفتوحة الأجال تعابير إنشائية عامة غير قابل للقياس الأهداف غير قابل للقياس الأجال غير محدد أنا عندما تقول لي في قطاع الفلاحة مثلا سأحقق كذا لا تقول لي ما هو الهدف الذي تحققه خلال سنة بمعنى تحدد الأجال الزمنية وتحدد الهدف بدقة وبالتالي أنا بعد سنة عندما آتي لمناقشة بيان السياسة العامة يمكنني فعلا أن أقيم بالمناسبة لماذا يعرض بيان السياسة العامة أمام البرلمان الأصل من أجل التقييم من أجل المراجعة من أجل النقد من أجل الوصول الوقوف على الاختلالات على النقائص على إخفاقات الحكومة خلال هذه السنة والالتزام بتحقيق نتائج البيان نعم نعم شكرا أستاذ أستاذ موسى بودهان تأكيد رئيس الجمهورية على ضرورة هذه الخطوة وهذا الإجراء هل يعتبر تأكيد الإرادة السياسية في خلق مؤسسات قوية وبالمقابل أن تضع نواب البرلمان أمام مسؤوليته فعلا الإرادة السياسية الحمد لله متوفرة على أعلى أسماء ومستوى خاصة أن الرئيس الجمهورية سمعناه في أكثر من مناسبة يقول بأن على البرلمان أن يقوم بمهامه أن يمارس واجبته الدستورية في الرقابة ذكر بأن للبرلمان أن يمارس كل الأليات الرقابية المتاحة له بموجب الدستور مع هذا طبعا مسائل الدفاع والأمن الدفاع والقضايا المتعلقة بأسرار الدولة في المجال الخارجي في العلاقة الخارجية هذه مستنات بموجب الدستور ومستنات أيضا بفعل الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية أقول فقط تصحيحا لمعلومة تم تدولها الآن ذكرتهم بأن ستكون هناك مواجهة بين البرلمان والحكومة إذا كنتم تقصدون المواجهة الدستورية والقانونية هذه مواجهة أفكار مواجهة البرامج ومورقبة البرامج لكن المواجهات الأخرى لا نبغيها ولا نرسلها نحن نبحث عن سقرار نعم أي نوع من مواجهة بين المؤسستين لدينا ما يعرف بمبدأ الفصل بين السلطات منصوص عليه في الدباجة منصوص عليه في العديد من المواد الدستور لكن الفصل بين السلطات عندنا في الجزائر ليس مثل ما تحدث عنه مونتيسكو في كتابه روح الشراعي وروح القوانين أو مثل ما تحدث عنه فلاسفة وفقاء آخرين لكن أقول فقط بأن الفصل بين السلطات عندنا يرتكز وينبني أصلاً وأساساً على التعاون على التنسيق على التكامل تحقيقاً لمصلحة العامة للبلد ليس هناك تضارب أو تطاحن من أجل مصالح خاصة أو من أجل شيء لا تخدم البلد أركز أيضاً على أن الدستور ذكرتم بأن الدستور الحالي منح للبرلمان صلاحيات رقابية نعم لقد منح هذه الصلاحيات البرلمان في المجال الرقابي أستطيع أن أذكر مثلاً بأن الحكومة وقد أشرت إلى ذلك في بداية التدخول قلت أنها ملزمة بأن تمكن البرلمان خاصة المشعب الوطني تزوده بالوثائق التي يطلبها حتى أو من أجل المرسة معانه الرقابية لاحظ هذه واحدة اثنين اثنين في الآلية الرقابية الأخرى اللي هي لا تقل أهمية عن بيان السياسة العامة والأمر يتعلق هنا بالاستجواب صار الاستجواب الآن بموجب دستور 2020 دستور نوفمبر 2020 وهذا يعني هذا الدستور كان سباق في هذه المسألة الدستور السابقة لم تحدث عن أي آثار سياسية أو غيرها يمكن ترتيب على بيان السياسة العامة والحكومة ونفس الشيء بالنسبة للإستجواب الاستجواب الآن تم توسيع نطاقه صار يشمل صار يشمل إلى جانب القضايا السياسية والقضايا العامة والقضايا المهمة في البلد التي يمكن أن يقع الاستجواب قلت إلى جانب هذا صار يشمل كذلك مدى تطبيق القوانين البرلمانيين الآن من حقهم أن يستجوا بالحكومة في مسألة تطبيق القوانين من عدمها وحتى يعني التأخر في إصدار النصوص تطبيق القوانين من حق البرلمان أن يمارس مهام ورقبية على الحكومة في هذا المجل إذن الاستجواب وسع نطاقه الدستور الحالي وسع نطاقه وهذه من مهام الجديدة أو الإضافية للبرلمان وكذلك الآثار وهذا الذي يهم الاستجواب الآن ينتج آثار يمكن أن تذهب إلى حد إقالة الحكومة أو استقالتها حسب الحالة من خلال تفعيل ما يعرف بملتمس الرقبة شأن الاستجواب في هذا شأن بيان السياسة العامة للحكومة أنت تعرف أستاذ أن بيان السياسة العامة للحكومة يؤدي بضرع أو يتطلب مناقشة عامة والمناقشة العامة يمكن أن تتبع لها لا أستاذ فقط تذكر باختصار أكملت الله يرضى عني وممكن أن لا توقف المسألة عند هذا الحد بل يمكن أن نذهب إلى ملتمس رقبة وملتمس رقبة يتطلب سبع نواب المشعب الوطني وكذلك فيما بعد المصادقة على هذا الملتمس بأغلبية ثلثي نواب المشعب الوطني وفي هذه الحالة يمكن إذا صادق المشعب الوطني ككل على هذا الملتمس معنا ذلك الحكومة تستقيل وجوبا ولكن تمت إجراء أخرى وشروط أخرى يمكن أن يتحدث عنها شكرا أستاذ أبو دهام أستاذ نصر الدين حمد الدوش الحكومة كسلطة تنفيذية لا يمكن لها تمارس أعمالها إلا بعد موافقة البرلمان الكرة الآن ألا يمكن أن نقول أن الكرة الآن في مرمى النواب من أجل إعتبار للمؤسسة تشريعية يعني أنا ذكرت بأن مهما كانت من الصلاحيات الممنوحة للسلطة التشريعية في الجزائر إلا أنها أمام السلطة التنفيذية وأمام السلطات الأخرى يعني سلطاتها وصلاحيتها متواضعة جدا وعندما ندخل في التفاصيل في هذا الموضوع اللي هو بيان السياسة العامة سيتضح لنا فعلا بأن ما سيكون هو مجرد مناقشة لبيان السياسة العامة ولكن لا تستطيع أن تتحكم في هذه المناقشة وما يترتب عليها من المسئولية السياسية للحكومة لأنه أصلا مخطط عام الحكومة الذي تمت المصادقة عليه كان هلامين وكان غير قابل للقياس وكان غير قابل للمتابعة فما بالك المتابعة السنوية مع الأهمية مع أهمية هذه المناقشة على كل حال وكالتزام دستوري لا بد منه ولو من الناحية السياسية من الناحية الإعلامية من ناحية التقافة السياسية والتكوين السياسي مهمة ولكن أنا في اعتقادي بأن عرض بيان السياسة العامة سوف لن يترتب عليه أنا أعطيك مثال بسيط الأصل الأصل أنه لا يقع هذا التغيير الحكومي إلا بعد مناقشة بيان السياسة العامة والوقوف بكل شفافية بكل موضوعية بكل نزهة وإنصاف تقييم القطاعات الوزارية وتقييم الوزارة في هذه الحكومة وبناء على النتائج بناء على نتائج هذه المناقشة بناء على نتائج تقييم هؤلاء الوزارة وهذه الوزارات وما تم الالتزام به مسبقا في هذه القطاع الوزاري وما تم تحقيقه وما لم يتم تحقيقه وعند ذلك يكون هناك التغيير الحكومي بناء على مناقشة بيان سياسة العامة ولكن هناك وزارة يغادرون لا نعرف لماذا غادروا وهناك وزارة لم يغادروا لا نعرف لماذا لم يغادروا مع أنه ممكن من حيث الأداء في القطاعات الوزارية في التقييم الحقيقي يعني غياب مبدأ الجزاء والعقاب في العمل الحكومي وفي معايير التعيين والتنحية إنهاء مهام وزير لا يعد عقاب؟ إنهاء مهام وزير لا المسألة مرتبطة بسياسة دولة وما يترتب عليها درك الآن إذا كان هذا الوزير منجز وفي المستوى فيبقى إذا كان فيه إخفاقات كبيرة لا بد أن تتضح لماذا نبقى نجرب هؤلاء الوزراء في كل مرة شكرا أستاذ نصر الدين حمدادش استوفينا أوراق الجزء الأول سنعود بالتفاصيل في الجزء الثاني مشاهدين الكرام سنلتقي في الجزء الثاني فاصل ونواصل اشتركوا في القناة أهلا بكم مشاهدين مجددا في الجزء الثاني من هذا العدد والذي سنبقى نتناول فيه موضوع بيان السياسة العامة للحكومة إذن أستاذ بودهان شاهدنا في الحقبة السابقة مناقشة تتبعها مصادقة هل مخرجات مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة هي نفسها مخرجات مناقشة القوانين سواء العادية أو العضوية لا أعتقد ليست ثمة مقارنة بدون شك ليست ثمة مقارنة بين بيان السياسة العامة للحكومة الذي يدخل في عداد أو في إطار للآليات الرقابية التي يميرسها البرامان على الحكومة بينما المشاريع القوانين التي تقيم الحكومة فعلا تقتضي المناقشة دون شك وخاصة قانون مليا مهم ومهم جدا يتطرق العديد من القضايا والنواب من حق من اللقش وكل مورد في هذه المشاريع خاصة مشروع قانون مليا ولكن أن تقول مناقشة في قانون ما إلى طرح مسؤولية الحكومة فهذا مستبعد على الإطلاق مسؤولية الحكومة تطرح خاصة خاصة في آليتين معرفتين الألية الأولى وهي التي كنا نتحدث بيان سياسة لعمل حكومة هذه يمكن أن تطرح بشأنها مسؤولية الحكومة وقد تستقل حكومة الألية الثانية لإستجواب إستجواب صار الآن لإستجواب في موخص تطبيق القوانين وفي موخص القضايا الهامة القضايا الكبرى في الدولة إذا تم الإستجواب فيها وآلة الإجراءات والتدابع الخاصة بالإستجواب أو ببيان سياسة العامة إلى تفعيل ملتمس الرقابة فالحكومة مسؤولية هنا تطرح وبالمنسبة المسؤولية هنا هي مسؤولية سياسية في موخص البرلمان أما المسؤولية الأخرى فلا أعتقد نحن يمكن أن تحدث عن مسؤولية سياسية يبقى الآن بعض القوانين ربما 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 إذا كان عضو الحكومة يعني وزير تمسك إذا كان تمسك بما ورد جملة وتفصيل في مشروع الحكومة أنا أتحدث عن قانون هنا قد يحصل إشكال بين نواب بين البرلمان والحكومة يعني ليس هناك اتفاق بشأن هذا النص هنا ممكن تنشأ لجنة ما يسمى لجنة لجنة متسوية الأعضاء أعضاء من مجلس الأمة وآخرين من المسجعب الوطني ولكن في هذه المسألة أعيد أستاذ الحمد الدوش الحكومة هي التي هي صاحبة المبادرة في الحقيقة بإمكانها أن تسحب النص وبإمكانها حتى أن تطلب من العضاء المنتمين لجنة الشعب الوطني في هذه اللجنة اللجنة من سوية العضاء أن ربما أن يسويتوا على النص كما ذهب إلى مجلس الأمة يعني حرفين نعم ولها أن تسحب النص كما قلت لك ولها أن تستدعي اللجنة للإعيقاد فيعني هنا ربما أقول بأن الفصل بين السلطات قد يقتضي أن لا يتدخل ممثل الحكومة أو أن يتدخل الحكومة في هذا السلط ولكن ثم تأرى ثم تشروحات أخرى تقول بما أن الحكومة هي صاحبة المبادرة صاحبة مشروع القانون فإذن نحكي أن تتابع هذا النص من بدايته إلى آخر ألخص وأقول بأن المناقشة بيان السياسة العامة وما قد يترتب عنها لا يمكن أن نقارن ذلك مع مناقشة المشاريع القوانين أو اقتراحة القوانين حتى مع ما قد يترتب عنها ليس هناك وجه للمقاربة أو المقارنة على الإطلاق شكرا أستاذ بودهان أستاذ حمدادوش ربما ما يعطي القوة والأهمية لعرض بيان السياسة العامة للحكومة هو ارتباط مصير الحكومة به بهذا البيان رغم أن الأستاذ بودهان استبعد ذلك شو من ناحية استبعت الأمر في مخصص تطبيقها لا رجال أنا استبعت طرح مسؤولية الحكومة أو تقول مناقشة مشاريع القوانين إلى أنت طرحت قضية المقاربة أو المقارنة فقلت لك ليس ثمة أي وجه للمقاربة بين مناقشة مشاريع القوانين أو اقتراحة القوانين والألية الرقابية وخاصة بيان السياسة العامة وليسي جواب الآثار ليست نفسها التي ترتب عن بيان السياسة العامة والتي ذكرنا بينها أن الحكومة قد تستقيل أو تقل بينما مشاريع القوانين لا يترتب عن هذا مصير الحكومة مرتبط بعرض بيان السياسة العامة هو من الناحية النظرية المنصوص عليها دستوريا قد تترتب هناك مسؤولية سياسية على الحكومة بناء على مناقشة عامة حول بيان السياسة العامة لهذه الحكومة والدستور ينص على أن هناك يعني قد تترتب على هذه المناقشة وقد يستعمل البرلمان وقد يستعمل البرلمان صلاحيات رقابية بعد هذه المناقشة ومن بينها يعني هناك ثلث حالات هناك إصدار لائحة يمضي عليها عشرين عشرون نائبان وبالمناسبة هذه اللائحة ليس بالضرورة المعارضة لبين سياسة العامة قد تكون هناك لائحة داعمة ومساندة لهذه الحكومة والفرق بينهما واضح لكن من الناحية من ناحية المسئولية السياسية للحكومة لا يترتب عليها أي شيء بمعنى لا تستقيل ولا يسحب منها الثقة ولا تسقط هذه الحكومة ولا أي شيء هذه اللائحة إذا كان الممضون على هذه اللائحة من الداعمين للحكومة فهذه الحكومة تكسب نوع من الثقة والمصداقية والتأييد والدعم من البرلمان السلطة الشريعية لهذه الحكومة أما إذا كانت هذه اللائحة ضد بيان السياسة العامة والمطالبة بالتصويت بلا على هذا البيان على بيان السياسة العامة هو يعتبر إنذير سياسي فقط ولكن لا تترتب مسئولية سياسية بناء على هذه اللائحة لكن ملتمس الرقابة هناك نوع آخر من أدوات الرقابية للبرلمان ملتمس الرقابة فيه شروط أولا يمضى من طرف سبع واحد على سبعة من أعضاء المجلس الشعبي الوطني ويعني هذا بالنسبة للإمضاء على ملتمس الرقابة أما التصويت على ملتمس الرقابة يشترط فيه الثلاثين بمعنى يعني كما نقوله الأغلبية المطلقة وليس النسبية وهذه من ناحية العملية صعبة جدا دستور جزائري وكأنه يصعب على البرلمان ممارسة هذا الدور الرقابي في محاسبة الحكومة من أجل تحميلها المسئولية السياسية بدفعها إلى الاستقالة وإسقاطها لأن الفسيفساء السياسية الموجودة في البرلمان الكتلة البرلمانية المختلفة يعني يصعب على أي ملتمس رقابة يحوز على الثلاثين في إسقاط هذه الحكومة وبالمناسبة عندما تسقط الحكومة أو تقدم الاستقالة وجوباً الرئيس الجمهورية لديه سلطة تقديرية في أن يقبل هذه الاستقالة أو لا يقبلها وقد يحمل المسئولية للبرلمان وليس للحكومة أن هذا البرلمان هو الذي يعرقل السير العادي لمؤسسات الدولة وأنه هو الذي يصنع الأزمة بين البرلمان والحكومة ويدهب رئيس الجمهورية له الحق في أنه يرفض استقالة الحكومة ولديه الصلاحية المطلقة في أنه يحل البرلمان وكين حالة ثالثة اللي هو الحكومة في حد ذاتها تطلب التصويت بالثقة على بيان السياسة العامة بعد مناقشته هذه لما تكون الحكومة عندها ثقة في نفسها وعندها هذه الأغلبية البرلمانية المريحة وتريد أن تمارس فعل سياسي راقي جداً وأنها تطلب التصويت بالثقة وسيصويتونها بالثقة على هذه الحكومة ستحوز على شرعية جديدة سنوية وعلى ثقة وعلى دعم وعلى مساندة وعلى يعني كم نقوله وعلى إنجاز سياسي لصالحها هذا التصويت بالثقة بمبادرة من الحكومة ليس من البرلمان الحكومة هي التي تطلب التصويت بالثقة إذا لم يصوت البرلمان بالثقة على هذه الحكومة يعني على هذه الحكومة نفس الشيء رئيس الجمهورية يستطيع أنه يرفض استقالة هذه الحكومة ويحل المجلل الشعبي الوطني ولذلك سيجد النواب في البرلمان أنفسهم بين مسئولية أخلاقية ومسئولية سياسية عندما لا يقتنعوا ببين سياسة العامة وتدخل هنا بعض الاعتبارات الحزبية بعض الاعتبارات الشخصية والصراع بين أنه يمثل الحزب أو يمثل شخصه أو يمثل الشعب في ممارس هذا الدور الرقابي على الحكومة فتجد أن الأغلبية وخاصة أن التركيبة البشرية والتركيبة الأغلبية البرلمانية في الحكومة تخاف من الذهب إلى حل المجل الشعبي الوطني ولذلك لا تريد هذه المواجهة مع الحكومة ورفع السقف فيما يترتب على مناقشة بيان سياسة العامة من تحميل الحكومة مسئولية سياسية في الإخفاق متاعها ممتاز أستاذ حمدادوش أستاذ بودهان خلال طرح البيان في المجلس الوزراء الرئاسة أكدت على ضرورة تركيز على ثلاث نقاط يجب أن تكون في سياسة البيان أول هذه النقطة هو تعزيز القدرة المالية تعزيز القدرة الشرائية وتخفيض النفقات هل وثيقة البيان اليوم تثبت تحقيق نتائج من الموسى في هذه النقاط المهمة؟ حسب ما ورد في بيان سياسة العامة للحكومة انطلاقا من الحيثيات وعروض الأسباب التي قدمتها في هذه البيان يتضح بأنها يعني ستدافع بشراسة على مواردها في هذه البيان خاصة فيما يتعلق بالتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين أوضاعهم الاجتماعية وتخفيض النفقات وما إلى ذلك هذا في الحق انطلاقا من القانون المالية لسنة 2022 انطلاقا كذلك من القانون المالية التكميلي لسنة 2020 والذي صدر بالمناسبة صدر بموجب أمر وهو الآن أنا أتروح أمام المشعب الوطني ليوافق عليه ما ربما سنناقش هذه المسألة وهذه الجزيئة بشكل خاص ويتضح ذلك كذلك من خلال القانون المالية سنة 2023 لم أطلع على مضامينه ولكن حسمه متداول هنا وهنا لقد تم تكفل بمسألة رفع وجور العمال المضفين رفع القيمة الاستدلالية رفع المرح والمتقاعدين إرساء منحة خاصة للبطالين عدم إدراج أي رسم أو ضريبة أو شيء من القابلين في القوانين التي ذكرها القوانين المالية طبعا سواء القانون اللي يتكملي لسنة 2022 أو القانون السابق القانون المالي لسنة 2022 وكذلك المشروع القانون ترغم أن البعض يعتبرها غير كافية لكنها تعتبر إنجازات بدون شكل حكومة ستركز على هذا هذه مسألة لا يمكن أن نكرها إلا جاحد ثمت منحة مسخرة للبطالين ثمت زيادة في أجور ورواتب النظفين ثمت كما قلنا رفع من القيمة الاستدلالية إلى خرع طيلة هذه المدة هذه الفائدة وهي تحسب في بيان سياسة العمال كدسة يتم التركيز عليها أيضا الحكومة رأت بأن سياسة الدعم الحالية سياسة غير مجدية سياسة انتفعة واستفادة منها العام الخاص وللجميع استفدنا ولذلك هي الآن بدون شك ستناول هذه النقطة بالتفصيل التفصيل اللازم قال سياسة الدعم التي سننتهجها التي سنذهب إليها هي سياسة ستكون منصفة وعدلة وستذهب سيذهب الدعم مباشرة إلى الهوية ومستحقية ليس كما هو الأمر فباختصار تخفيض النفقات أيضا ورد هذا بشكل بارز في جهود هذه الحكومة وهي أدرى بمشغلها وستدام عن ذلك أفضل مني أنا لست طرفا في المسألة أنا أستاذ محايد سامحني فقط قلت وذكرت وحاولت أن أبرز ما ورد في بيان سياسة العامة الحكومة ولكن أيضا بما شاهدنا وما علمنا من خلال كأعيد وأكرم خلال رفع رواتب أجر مضفين من خلال رفع القيمة الاجتماعية من خلال تخصيص بطالة للبطالة أستاذ بودهان سنوصل في النقاس لكن بعد هذا الفاصل أهلا بكم مشاهدينا من جديد أستاذ بودهان كان عندك إضافة في الطابع الاجتماعي نعم أستاذ لأنك سألتني عن تعزيز القدرة الشرائية والمالية وغيرها للمواطنين وتخفيض النفقات وما إلى ذلك وهذا في اعتقادي يدخل في إطار نعم يدخل في إطار المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة هذا الطابع ورد في بيان أول نوفمبر هذا الطابع تحدث عن السيد رئيس جمهور في أكثر من مناسبة ومناسبة قال بأن هذا الطابع لن يتغير إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها هذا الطابع كذلك تحدث عنه الدستور الجزائي الدستور الحالي دستور نوفمبر 2020 لا سيما في مادة 223 والتي تقول بالحرف الواحد بأنه لا يمكن لا يمكن لأي تعديل دستوري مستقبلي أن يمس بهذا الطابع فإذن الأمر مكرس نظري وحتى من ناحية العملية وقد ذكرت لك بعض الأنتلاف نخص الرفع من الحقوق من عفو من الأجور والرواتب تخفيض إلغاء الرسوم التي كانت قد وردت في مشاريع القوانين السابقة مشاريع القوانين المالية وتعزيز القدرة لكن هذا طبعا لا ينبغي أن نمرره هكذا بهذه البساطة التي قد يتصور ذلك أن ارتفاع الجنوني لأسعار المواد لا سيما المواد ذات طبع الواسع سيهلك الواسع نعم الارتفاع الجنوني في الأسواق العالمية ونهيك عن الأسواق الوطنية ويعني بصراحة وأقولها بالدرجة حتى أقنع نفسي والآخرين والله يقدمه نزيده الموظفين والعمال ونخفضه في الضراق وما إلى ذلك يعني لن يشدي نفعا مع هذا الغلاء الفحش في نفس السياق يعني من أجل تحسين المساوى المعيشة يجب أن يكون هناك اقتصاد قوي من ناحية الاقتصادية هل يمكن اتبار طرح بيان سياسة العامة للحكومة على مؤسسة تشريعية أن يطمئن ويخلق ثقة لدى المستثمرين داخليا وخارجيا خاصة أنه كانت هناك مجموعة من القوانين على رأسها ولكن هذا غير كافي يا أستاذ إذا لم تتغير الظهنيات إذا لم نبرز طموحات المواطنين في الميدان في الواقع لأن المواطن بصراحة يعني يكاد يفقد ثقة في كل اتجاهات مع الأسف شديد والاسترداد هذه الثقة ليست بالأمر السهل والبسيط ولكنها ليست بالأمر المستحيل الثقة للمستثمرين يا أستاذ في كل أنا قلت كل مستويات وفي كل مجالات ليس في المجالات الاقتصادية وحدها إنما في المجالات الإدارية في المجالات السياسية في كل المجالات عمل كبير عمل كبير ينتظر ليس فقط الحكومة ينتظر الحكومة ينتظر كل المسؤولين في كافة المستويات ينتظر البرلمانيين ينتظر الجميع عمل كبير ينتظرون جميعا كل من موقعه ومن مستوى القوانين وحدها لا تكفي نعم نعم الجزائر قامت بثورة بثورة في شريعاتها وفي نظمها وقوانينها الآن كما هو متداول حوالي 42 مشروع قانون مطروح أمام البرلمان يعني في هذه الدورة وربما ستمتد دراسة هذه المشاريع إلى ربما إلى يعني أوقات أخرى وترسانة أخرى بالمناسبة ليش هذه المشاريع مشاريع القوانتي ذكرتها الحكومة أو ممثلة الحكومة السيدة بسمع أزوار وزيرة العلاقة مع البرلمان ذكرت هذه الجملة الطويلة والعرضية من قبل 42 مشروع بل هناك مشاريع قوانين لم تذكر أذكر من بينها على سبيل المثال فقط القانون العضوي الخاص بمجس المحاسبة لما نسمع له أثر رغم أن الدستور ينص صراحة على المؤسسات والهيئات التي طرع عليها تعديل ما بموجب الدستور هذا نفسه يعني الدستور 2020 لا بد أن تكون القوارين متعلقة بها جاهزة قبل نهاية سنة 2021 نحن الآن في سنة 2022 السؤال المطروح أين هو القانون العضوي متعلق بمجس المحاسبة خاصة إذا علمنا بأن هذا المجلس مهم هيئة رقابة عليا في مجال رقابة الأموال الأموال الدولة والمؤسسات مؤسسة الدولة والجماعات المحلية وما إلى ذلك رقابة بعدية يعني يعني في غاية كبيرة من الأهمة من شأنها المساهمة في الحكم الراجل من سأن يضفي الشفافية على تسير شؤون عومي ومن شأنه كبه جماع الفساد الذي استشرى وانتشر مع الأسف شديد وفي كافة جيد أستاذ مؤسسة الدولة أستاذ نصر الدين حمدادوش وثيقة البيان جاءت بمشاريع قوانين عدة ستناقش على مستوى البرلمان إذن مؤسسة البرلمان على موعد مع رزنامة مكثرة هو يعني نحن عندما نتحدث على بيان سياسة العامة الأصل يعني السؤال المطروح والذي ينتظره المواطن ما هو الأثر الإيجابي لهذه السياسات وما هو الأثر الإيجابي لهذه المنظومة التشريعية وما هو الأثر الإيجابي لهذه الحزمة الكبيرة من مشاريع القوانين سواء التي تمت المصادقة عليها خلال السنة الماضية أو التي هي مدرجة خلال السنة القادمة المواطن الذي يهمه في عمل الحكومة هو تحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاه الاجتماعي ولذلك ما هو معروض في بيان السياسة العامة شيء جميل جدا أنه فيه إنجازات من ناحية رقمية سواء على مستوى مشاريع القوانين ولا على مستوى الجانب الاقتصادي والاجتماعي ولا على مستوى القطاعات الوزارية المختلفة ولكن المواطن عنده مؤشرات طبيعية يحكم بها على مدى تحسن قدرته الشرائية أنت الآن عندما تجد يعني الآن متوسط الدخل بالنسبة للفرض الجزائري هو أضعف متوسطات الدخل على مستوى شمال إفريقيا أنا أقول لك مثلا متوسط الدخل في فلسطين يعني محتلة تحت الاحتلال الصهيوني متوسط الدخل السنة يصل إلى 3500 دولار هنا في البلدان المجاورة بالنسبة إلينا مع أنها من حيث الإمكانات الاقتصادية والمالية والمادية والبشرية والجغرافية وغيرها لا تقارن مع الجزائر متوسط الدخل تحوى 3500 دولار ما هو متوسط الدخل الجزائري؟ هو حوالي 350 دولار تعرفها من قيمة العملة الوطنية ما قارن بين الضنار الجزائري والضنار الليبي أستاذ حمدادوش في النقطة هذه اسمح لي هناك يعني هذا ما يعيشه المجتمع الجزائري الآن يرجع إلى الحقبة السابقة هو موروث من الحقبة السابقة الآن كانت هناك مشكلة صحية هي أزمة كورونا كانت أزمة مالية بعض البلدان 159 دولة لجأت إلى القرض من صندوق الضغط الدولي الجزائر من البلدان القليلة التي لم تلجأ إلى هذه المؤسسة الكارثية على مستوى العالمي يعني يعد إنجاز أيضا فيها شوف نحن لا نقارن الجزائر ببلد آخر لأنه كل بلد ولديه خصوصيته ولديه مقدراته ولديه إمكانياته سواء المالية ولا المادية ولا البشرية ولا غيرها نحن نقارن الجزائر بإمكانياتها نقارن الجزائر بإمكانياتها حجم الكتلة النقدية الموجودة في السوق الموازية اللي هي عبء الاقتصاد الوطني وخسارة الاقتصاد الوطني وخسارة قيمة العملة الوطنية أي عشرات الملاير من الضرر لحد الآن لم تحل هذه المشكلة ولذلك المواطن اليوم هو هنا في العاصمة في العاصمة أو يشكي من الندرة وخاصة في المواد الأساسية الآن كان مشكلة في الزيت كان مشكلة في السكر كان مشكلة في الحليب كان مشكلة في السماد بخلاف الأسعار التي نتحدث عنها التي تضاعفت أضعاف مضاعفة ثم بعد ذلك نتحدث على القدرة الشرائية القدرة الشرائية الآن هي في أسوأ حالاتها مما مرت به الجزاء أنا لا أتحدث على العهد السابق ومن العهد السابق لأنه كل يعني كل سلطة سياسية حالية تحمل المسؤولية للسلطات السابقة ولكن أنت الآن يعني صحيح يعني الوضع الإقليمي والدولي والجوء السياسي وهذه الحرب الأوكرانية الروسية وهذا التضخم الذي حدث في الدول يعني في العالم ولكن بالمقابل بالمقابل ارتفعت أسعار طاقة ولا لا سواء بالنسبة للبترول والغاز والجزائر حققت مداخيل كبيرة جدا من هذا الارتفاع الأصل أنه ينعكس إيجابا على قيمة الضينار ينعكس إيجابا على دخل الفرض ينعكس إيجابا على القدرة الشرائية ينعكس إيجابا على مستوى الأسعار ينعكس إيجابا حتى على تنويع الاقتصاد الوطني ولذلك الأرقام الموجودة في بيان سياسة العامة أنا أكاد أقول لك بأنها مجرد أرقام صماء لكن من ناحية العملية الحقيقية فإنها لا يوجد أثر إيجابي على المواطن الذي يحسه في حياته اليومية فلذلك يعني العبرة من بيان سياسة العامة وما تقدمه هذه الحكومة من أثر إيجابي عندما نتحدث على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية الجزائر تخصص في التحويلات الاجتماعية ما يقارب 17 مليار دولار لكن هل هناك إنعكس إيجابي على الحياة الاجتماعية للجزائريين أم أن المواطن لا يزالوا يعيش أزمات اجتماعية سواء في السكن ولا في الوظيفة ولا في الدخل ولا في الأسعار ولا في الخدمات العمومية في الصحة ولا في الإدارة ولا في التعليم العبرة ليس بالأرقام ولكن بالجودة أنت لما تحكي لي نقولك تقول لي مثلا أنا عندي 68 جامعة جزائرية لكن ما هو تصنيف هذه الجامعات أمام جامعات العالمية ما هي جهبة التعليم الجزائري مقارنة بالمعايير العالمية ولذلك الإنجاز الرقمي في عالم المادة لا يغني شيئا من أمام الإنجاز النوعي عندما تقول لي الآن كانت أرقام إيجابية بالمناسبة قدمتها الحكومة من بينها الفائد في الميزان التجاري والفائد في الميزان المدفوعات هذا منين جاي؟ جاي من الاقتصاد الريعي المرتبط من الحروقات وليس من الاقتصاد الوطني الحقيقي المتنوع والخالق للثروة إذن تحقيق رفاهية هو الهدف المنشود للمواطن من طرف الدولة وبواسطة ممثلي الشعب على مؤسسات الشعبية الموضوع كبير والأسئلة كثيرة انتهى الوقت استهى الوقت في عصر ثواني في عصر ثواني أقول بأن الأمر ليس بسهل معاجد وتحقيق الرفاهية والسهل مثل ما ذكرتم مثل ما ذكر الأستاذ الحمدزوش ولكن اقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال في حديث كثيرة تفائلوا خيرا تجدوه وفي حديث آخر قال تفائلوا خيرا ولو عمدا إذن من هذه المسألة نحن مهما كانت الأرقام مهما كانت التوقعات مهما كانت الاستشراف ربما لا يرضينا ولكن يبقى الأمل قائم ولا بد أن نعمل من أجل تقيق الرفاهية والزهار لشعبنا أستاذ بودهان نقول لك الموضوع كبير والأسئلة كثيرة والوقت ضيق أستاذ موسى بودهان أستاذ القانون الدستوري شكرا لك على كل هذه التوضيحات الشكر موصول أيضا للأستاذ نصر الدين حمددوج برلماني سابق وقيادي في حركة مجتمع السلم الشكر أيضا للفارق العامل مع اليوم شكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء نلتقي في العدد القادم بإذن الله تعالى السلام عليكم اشتركوا في القناة